طب سؤال تاني يا باشا لا سمحت تفضل هو العميد ماهر اللي ارحمه عرف منين ان الدكتور مرتضى ليه علاقة والموضوع وازاي برضو وصل لأسامي المرضى التالتة مش عارف بس اللي ما عرفه ان الدكتور مرتضى كان متخصص في فحص السلامة العقلية للمجرمين اللي بيشتبهن عندهم من حرافات مرضية وده تخصص نادر قوي فبتهالي ان العميد ماهر عارفه من هنا او ممكن كمان يكون وان العميد ماهر شاف ان جرائم زي اللي بيعملها الصياد دي ما يعملهاش غير واحد من حرف نفسيا فشك انه ممكن يكون كان بيتعالج عنده فترة من الفترات وهو بقى عمل التحريات بتاعته المهم ان كل الكلام ده مش مهم المهم اللي انا لقيته في الملفات التالتة الملفات التالتة كانوا تقريبا نسخة واحدة من بعض في شوية تفاصيل وسيطة مختلفة زي اسم المريد تاريخ الميلاد محل الإقامة لكن المرض اللي بيعانوا منه التشخيص والملاحظات كلها تقريبا واحدة في حاجة مش مصبوطة وبعدين حتى اسامي المرضى التالتة إبراهيم سامي ياسر لافي داود مهاب اسامي سناهية غريبة تحس انها مش لايق على بعض انا في الاول كنت فاكر ان العميد ماهر كتبهم باختصار لكن لقيتهم مكتوبين كده على الملفات يعني ايه الكلام ده وبعدين ليه الدكتور ما نقلش الملفات دي على هاردو رايح نفسه يمكن لأنه خاف للحاجات تتصرب لو كان في منها نسخة على كمبيوتر مثلا او يمكن يكون فاكر كده انه عنده حاجة ممكن يساون بيها لما ساعته هتيجي مسكين وفي ظلت اسبوع ادور وراء اصحاب الاسماء الثلاثة دول اول اسم كان ابراهيم سامي كل البيانات اللي مكتوب عالاسم بيانات وهمية وعنوانه اللي مكتوب ده مش موجود اساسا وللأسف الاسم منتشر كده اكتر واحد اشتبهت فيه كان واحد اسم ابراهيم سامي بيشتغل في البنك اللي جنب عادة الدكتور مرتضى رحتيله وقعدت وكلمت معاه واكتشفت ان انا بضايا قوادي ياسر لافي اسمي مش حقيقي وداود مهاب اسم مواطن مصري عايش في النمسا من 35 سنة يعني الكلام ده ولو كل المعلومات دي غلط كان حريص عليها قوي كده ليه شفت يا سيف القضية دي خير بلغم مكهول شقل بالداني صيدالي مدور مخزنة للجارة الأدوية المخدرة مش بس كده ده الدكتور مرتضى اللي اتقاتل يبقى الشرك الصيدالي يعني اكيد موتوا لايه لقب اللي كان بيعملوا خليكوا كده دوروا في دواير لغاية معرف الحقيقة بس هي فين الحقيقة انا كمان كنت عمال بدور في دواير دواير مشكلها مش هتوقف قريب بتورونا ايه عامل اوادي الجامدة دي والله هقضيه انا بقى حل في الكلمات المتقطعة كلمات متقطعة وفي اللحظة دي اكتشفت الحقيقة شكرا ما قلتنش يا سيف هي عاصمة جواتي مالا ابراهيم وسامي وياسر وداود كل الأسامي بتاعت المرضى التلاتة هي أسامي آيلة الدكتور أخوه خاله ابن عمه حتى لافي ده اسم الكلب بتاع ابنه كل ده موجود في البيانات بتاعته اللي قدامي الدكتور كون الأسامي دي لأن الشخصيات دي مش هققية وزي الكلمات المتقطعة بالزبط عرفت كون اسمه واحد إياد سلامة اسم سنائي برضو بس انا واثق ان المرة دي ده اسم حقيقية اشتركوا في القناة وبعد ما فكرت اني وصلت اللي انا عايزه لقيتني لسه باية داوي ولا واحد من دول ممكن يبقى الصياد في الحقيقة يعني ان الصياد لو عارف اني شكت انه واحد من دول ممكن يقتلني للسبب ده بس لازم اعمل تحريات ومستهيل اكمل بشكل رسمي من غير ما اقول القيادات في الإدارة وانا مش هقول لحد الغيب ما عرف كل حاجة وعشان اعرف كل حاجة محتاج ألاقي الجلسات اللي الدكتور سجلها لقيت اكيد سجل معاها زي ما سجل معايا انا محتاج قوي للأمل ده زمان اول ما اشتغلت ظابط كنت دايما مؤمن انك مش محتاج تخالف القانون عشان توصل للحقيقة انا كنت غلطة السيادة اللي هو في وقت الطائق ينطلب مني اطلع على بعض لو احرص احرص ايه بالزبط؟ مش هعرف كل حاجة هتلاقي مكتوب عندك في التارير اه دي قضية الدكتور افضل سيادتك هتلاقي كل حاجة محتاج له تلات رفعين مين بس خلي بالك عشان في حاجة ممكن تتكسره متلعش ترجمة نانسي قد目 اشتركوا في الق supernatural المترجم للقناة كل ملفات المرضى اللي مسجلهم موجودة على الأرض كل المرضى موجودين باستثناء إياد سلام ليه؟ ده معنى إيه؟ لكن لسه فيه عمل فيه ملف ما بيفتحش اللي باسورد ممكن جدا يبقى ده ملف إياد أنا محتاج واحد بيفهم في الحاجات دي بص يا سباشا الملف ده يستحيل تفتح إلا بالباسورد بتاعه ده وضح إنه عليه بلوة بقولك يا موسعد ملكش فيه دي أسرار شغل وقضية لسه مفتوحة مش عايزين مشاكل عيب يا باشا أنا عارف طبعا وعزة ساعدك بص عدك الملف ده لو دخلت الباسورد بتاعه غلط ثلاث مرات هيقفل ومش هيفتح تاني خالص واحتمال هاردو كله يقفل كمان جبت بتاعه يعني يا موسعد ما أنا جاي لك عشان تصرف اعمل أي حاجة اعمل منه نوسخة تانية وخلينا نجرب عليه تفتكر إني مفكرتش في كده يعني ده باشا لا تعرف تنسخه ولا تنسخ منه مغير الباسورد بالتوفيق أسباشا يعني مفيش قدامي حل غير إن نجرب حطيت قدامي كل ملفات القضية وفكرت في كل احتمال ممكن الباسورد ده يبقى ايه؟ عنوان العيادة؟ اسم ابنه واحدة كان بيحبها ممكن يبقى الصياط ليه لا؟ الواضح والمتوقع أحيانا بيبقى آخر حاجة الواحد ممكن يتوقع ايه السر اللي ممكن يبقى في حياة الدكتور ويبقى مهم قوي لدرجة انه يبقى باسورد؟ يا رب ايه اللي ممكن يفتع الملف ده؟ بعد كل التعب اللي تعبته ما كانش عندي اي استعداد ان نرجع لنقطة الصفرة تاني كل تفاصيل حياة الدكتور قريطة كل الشهادات اللي خدها المشاكل اللي حصلتله كل قريبه مفيش فايتة ثانية واحدة ايهات سلامة ممكن الاسم ده يبقى مجرد تامويه تاني ممكن الصياد ما يبقاش اسمه ايات سلامة ايات سلامة ده الاسم اللي الدكتور جمعه من حروف اسمها قريبه عشان يبقى باسورد ايوة ممكن شكرا جدا يا دكتور فتحت الملف ومعي اتفتحت كل الاسرار شكرا للمشاهدة